في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية بقضية الإبادة الجماعية في غزة إسرائيل تتهم مصر بمنع دخول المساعدات للقطاع والقاهرة ترد أنتم كاذبون حسب ما نشرت وسائل إعلام مصرية الادعاء الإسرائيلي في المحكمة قال إن الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولية في المقابل قالت مصر إن سيادتها تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسيطرة إسرائيلية وهي التي كانت تفتش المساعدات قبل السماح لها بالدخول إلى غزة وإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صرح مرات عدة بأن معبر رفح مفتوح بالانقطاع وسط مطالبات تدعو إسرائيل لعدم منع تدفق المساعدات لغزة أو تأخيرها إسرائيل عندما وجدت نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بجرائم ضد الإنسانية لجأت إلى إلقاء الاتهامة على مصر أنتم كاذبون فيما قدمت جنوب أفريقيا دعوة أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال الحرب في غزة كان أحد بنود الدعوة منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة ما يعد خرقا للقوانين الدولية ترجمة نانسي قنقر